مواجهات عنيفة تشهدها عدد من الجبهات في تعز كانت حصيلتها تسعة من عناصر الميليشيا وسيطرة للمقاومة على عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي والمخلوع بحسب بيان للمجلس العسكري للمقاومة مديرية المسراخ شهدت مواجهات متفرقة في عدد من المناطق تمكنت خلالها المقاومة والجيش الوطني من السيطرة على موقع الكفوف غرب مركز المديرية فيما كانت المقاومة في جبهة الشقب تسيطر على تبة أكمة الحوث وتتقدم باتجاه تبة المشموذ وأكمة حبور جنوبي صبر فيما شهدت مناطق حسنات وثعبات في الجهات الشرقية ومناطق وادي جديد والدحي والضباب بالجهة الغربية من المدينة مواجهات متقطعة بين المقاومة والميليشيا وذكرت مصادر في المقاومة أن فردا تابعا لها أصيب جراء انفجار لغم أرضي في تبة الصالحين بجبهة الشقب من جهة أخرى أعلنت قيادة اللواء 35 مدرع عن استئناف العمل في طريق خط نجد قسيم الرابط بين منطقة التربة والضباب عقب استعادة السيطرة عليه بعد معارك عنفة بين المقاومة وميليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية ويعد طريق سوق نجد قسيم الشريان الوحيد لإيصال المواد الإغاثية للمدينة المحاصرة من قبل الحوثيين وقوات صالح منذ أشهر وبإعادة العمل فيه تكون المقاومة قد فتحت بابا لدخول قوافل الإغاثة التي تحتجزها الميليشيا في عدد من المنافذ التي لا تزال تسيطر عليها اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر